أقامت كلية الفنون الجميل احتفالية بمناسبة حصولها على المركز الأول للتصنيف الوطني للجامعات العراقية الذي يخضع لمعايير الجودة العلمية الاحتفال الذي تضمن فعاليات فنية متنوعة أشار خلاله عميد كلية الفنون إن هذه الجائزة تحفزهم على بذل المزيد من العطاء ورسم الخطط المستقبلية للحفاظ على هذا التفوق نحن دائما نعمل بروح الفريق الواحد نعمل بانتمائنا لهذه المؤسسة مع بعضنا البعض بالإضافة إلى تبنين أي فكرة من أي أستاذ من أي طالب من أي موظف نجعلها النصب بخدمة المؤسسة تم توثيق هذه الاشتغالات تم احضار كل البيانات المرتبطة من شاطات التدريسيين من شاطات الأقصى من شاطات الطلاب والولياء والعلياء وما حصلنا عليه من جوائز عالمية وبراءات اختراع ونشر أو تأليف كتب متعدة في خصصات متعدة عزف موسيقي ومعرض تشكيلي تضمن عرض منحوتات طلابية هو ما شهدته الاحتفالية أيضا إذ عبر الطلبة من خلال مشاركاتهم عن أفكارهم وتصوراتهم وقدموها بصورة نالة استحسان الحاضرين طبعا معرض كلش حلو بلوحات تخبض بأعمال منحوتية جميلة جدا الدلال على أن الطلاب تتفكر زين عندهم معيزين لوحات جميلة جدا مثل ما أنت تشوف ومختلفة متنوعة كما شهد الحفل إقامة معرض حر في الهواء الطلقة شارك فيه أكثر من خمسة وعشرين طالبان ومن مختلف المراحل الدراسية بلوحات فنية اختلطت فيها الواقعية والتجريد لتقديم إبداعات حملت الكثير من الجمال والسح اليوم كان لدينا سمبوزيوم للوحات بينما نشتغل تجريد بينما نشتغل واقعي الطبيعة نشتغل ناحية الخزف جماعة أهم نشتغل يعني شي مرتب كله جميل احتفالية أكدت خلالها كلية الفنون الجميلة على أهمية الفنون في تطوير المجتمع عبر النتاجات السينمائية والمسرحية والموسيقية والفنون التشكيلية الأخرى بأنواعها من داخل كلية الفنون الجميلة ببغداد موفق مجيد الحرة